المزمور الحاد والعشرون لإمام المغنين مزمور لداود يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا شهوة قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه لأنك تتقدمه ببركات خير وضعت على رأسه تاجا من إبريز حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه لأنك جعلته بركات إلى الأبد تفرحه ابتهاجا أمامك لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع تصيب يدك جميع أعدائك يمينك تصيب كل مبغديك تجعلهم مثلات النور نار في زمان حضورك الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم لأنهم نصبوا عليك شرا تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها لأنك تجعلهم يتولون تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم ارتفع يا رب بقوتك نرنم وننغم بجبروتك المزمور الثاني والعشرون لإمام المغنين على أيلة الصبح مزمور لداود إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلامي زفيري إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوى لي وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم إليك الصرحوا فنجوا عليك اتكلوا فلم يخزوا أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغدون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سرى به لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين أحاطت بي ثيران كثيرة أقوي أباشانك تنفتني فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر كالماء سكبت انفصلت كل عظامي صار قلبك الشمع قد ذاب في وسط أمعائي يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي أخصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا يقسمون ثياب بينهم وعلى لباسي يقترعون أما أنت يا رب فلا تبعد يا قوتي أسرع إلى نصرتي أنقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك يا خائفي الرب سبحوه مجدوه يا معشر ذرية يعقوب واخشوه يا زرع إسرائيل جميعا لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة أوفي بنذوري قدام خائفيه يأكل الودعاء ويشبعون يسبح الرب طالبوه تحيا قلوبكم إلى الأبد تذكروا وترجعوا إلى الرب كل أقاص الأرض وتسجد قدامك كل قبائل الأمم لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم أكل وسجد كل سميني الأرض قدامه يجزو كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه الذرية تتعبد له يخبر عن الرب الجيل الآتي يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل المزمور الثالث والعشرون مزمور لداود الرب راعي أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدام مائدة تجاه مضايقيا مسحت بالدهني رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام المزمور الرابع والعشرون لداود مزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار سبتها من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكنا وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد المجد الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكنا وارفعنا أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد رب الجنود هو ملك المجد المزمور الخامس والعشرون لداود إليك يا رب أرفع نفسي يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى لا تشمت بي أعدائي أيضا كل منتظريك لا يخزوا ليخزى الغادرون بلا سبب طروقك يا رب عرفني سبولك علمني دربني في حقك وعلمني لأنك أنت إله خلاصي إياك انتظرت اليوم كله ذكر مراحمك يا رب وإحساناتك لأنها منذ الأزلي هي لا تذكر خطايا سبايا ولا معاصيا كرحمتك ذكرني أنت من أجل جودك يا رب الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته من أجل اسمك يا رب اغفر اسمي لأنه عظيم من هو الإنسان الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره نفسه في الخير تبيت ونسله يرس الأرض سر الرب لخائفه وعهده لتعليمهم عينايا دائما إلى الرب لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة التفت إلي وارحمني لأني وحد ومسكين أنا أفرج ديقات قلبي من شدائدي أخرجني انظر إلى ذلي وتعبي واغفر جميع خطايايا انظر إلى أعدائي لأنهم قد كثروا وبغضا ظلما أبغضوني احفظ نفسي وأنقذني لا أخزى لأني عليك توكلت يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك يا الله فدي إسرائيل من كل ديقاته أمثال سليمان الفصل الخامس يا بني أصغي إلى حكمتي أمل أذنك إلى فتنتي لكي تحفظ التدبر وترعى شفتاك معرفة فإن شفتي المرأة الغريبة تقطراني عسلا وفمها أكثر نعومة من الزيت لكن عاقبتها مرة كالعلقم حدة كسيف زي حدين قدماها تنحدران إلى الموت خطواتها تبلغ إلى الهاوية إنها لا تتبصر طريق الحياة تتمايل خطواتها وهي لا تعلم فالآن أيها البنون اسمعوا لي لا تحيدوا عن أقوال فمي أبعد طريقك عنها ولا تدن من باب بيتها لألا تعطي كرامتك لآخرين وسنيك للقاسي لألا يشبع الغرباء من قوتك وتضحى أتعابك في بيت أجنبي عنك فتئن في أواخرك إذا بلي لحمك وجسمك وتقول كيف أبغطت التأذيب ورذل قلب التوبيخ ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية لولا قليل لكنت قد أصبت بكل شر في وسط المحفل والجماعة اشرب ماء من بئرك ومياها فائدة من معينك هل يصح أن تفيض ينابيعك إلى الخارج جداول مياه في الشوارع لتكن لك وحدك لا لغرباء معك ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك فهي ضبية محبوبة ووعلة رشيقة ليروك ثدياها كل حين والتهم بمحبتها دائما فلما تهيم يا بنيا بغريبة وتحتضن أجنبية عنك فإن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يراقب مناهجه كلها الشرير يؤخذ بآثامه وبحبائل خطيئته يمسك إنه يموت من عدم التأديب وبفرط حمقه يضل